المثال الأول تطبيق اختبار الخط الأفقي مثل كل من الدوال الآتية بيانيا باستعمال الحاسب البيانية ثم طبق اختبار الخط الأفقي لتحديد إن كانت الدالة العكسية موجودة أم لا الفقرة A F of X تساوي القيمة المطلقة لX سالب 1 طلب مني في السؤال أولا مثل كل من الدوال الآتية بيانيا باستعمال الحاسب البيانية في حال عدم توفر الحاسب البيانية لدي أستطيع تمثيل هذه الدالة بيانيا بفرض قيمة لX والتعويض عنها في الدالة لتعطيني قيمة لY ومن ثم تمثيلها بيانيا ولكنني سأقوم باستعمال الحاسب البيانية لأنها متوفرة لدي ولأنه حددها لي في السؤال سوف أقوم بكتابة الدالة F of X تساوي القيمة المطلقة لX سالب 1 في الحاسب البيانية وسيظهر لي هذا التمثيل ثم بعد ذلك طلب مني تطبيق اختبار الخط الأفقي لذلك سوف أقوم برسم خط أفقي ولاحظ الآن أن الخط قطع التمثيل البياني في أكثر من نقطة وعليه فإنه لا يوجد دالة عكسية لهذه الدالة ننتقل الآن للفقرة بي G of X يساوي X تكعيب ناقص 6X تربيع زاد 12X سالب 8 سوف أقوم بكتابة هذه الدالة في الحاسب البيانية وسيظهر لي هذا التمثيل ثم بعد ذلك سأقوم برسم الخط الأفقي ولاحظ الآن أن الخط قطع التمثيل البياني في نقطة واحدة فقط وعليه فإنه يوجد دالة عكسية لهذه الدالة